دكتور كنت عايز اعرف من حضرتك يعني دايما بنسمع عن تدبيس الفراشة او عملية تدبيس الفراشة البترفيلي جاستروبلاستي اه بص دي عملية يعني نوع معدل من التدبيس بالضبط يعني بيتعمل الدبابيس بتتعمل على شكل الفراشة كده يعني زي جناحينا الفراشة كده من ناحية المعدة من اليمين واليسار حيث انها نفصل التلت الاعلى منها بالضبط زي الحديث الشريف الوصلص لتعامل وصلص لشراب وصلص لنفس بناخد تلت المعدة ويتفصل بيتفصل ايه بالدبابيس دي بيبقى جزء المعدة بالضبط كده خلينا المعدة شكل السعر رملية فالجزء اللي فوق ده بيبقى هو المعدة الفعليا بتاعتنا الجزء ده بيبقى صغير جدا بيبقى مثلا في حدود خمسين انا ستين سنتري خمسين ده يعني عفل كبات شئر خمسين حاجة صغيرة جدا يعني اوه جزء صغير جدا اه لا ده طبعا بيتمدد مع الوقت بعد السنة ممكن يوصل لحوالي متين مثلا متين برضو يعني كوباية او اقل من كوباية يعني شرب كبير مجل صغير كاته طبعا كده انت قللت الاكل بتاع العيام بشكل جازري وفي نفس الوقت بنتابعة التعليمات العامة اللي بتاعتنا مفيش سكريات اول اربع شوه وكلمة مفيش ليس منع مطلق ولكن يعني بيحتياط طيب ميزيتها ان تعتبر امنة جدا معدلات التسريب فيها اقل ما يمكن ما بنحتاجش نعمل سابغة مثلا او اشعة بعد العمل اللي اطمئنان ممكن لان يخرج في نفس اليوم طب ميم يعني هل ممكن اتتعمل لكل الناس ولا بكل المرضى ولا في حالة معينة ده ممكن تعمل لكله طبعا تتعمل لكله بس احنا بنقول ان احنا الضرورة تقدر بقدرة يعني ما نجيش عيان مثلا عندي زيادة 10-15 كيلو عمله تدبيس 10-15 كيلو قلنا زي ما قلنا ده يا بوتوكس يابا اللون يا اما ضايت لكن ان انا اخش اعمله حل جراحي حتى لو هو رغب كده ببص انا ما انسقش وراء المريض المريض لو عمل حاجة بعد كده النتيجة ما عاجبتهش هيرجع يقولك طب انا ما عرفش حاجة انت الدكتور بتمشي وراء ليه فاحنا لا يصح الا الصحيح احنا بنقول يعني عندنا فيه قاعدة بيشنت فرست عن المريض اولا اما ان المريض اولا انا ما عملش عملية العيان مش محتاجة حتى لو هو طلب كده لو هو طلب كده يروح اعمل عندي دكتور تاني انا ما عملها الوش عندي عيان زيادته حاجة بسيطة واحنا اتكلم بمطبع البساطة بلون او بوتوكس او ايهم او الاثنين مع بعض ده لو حالته بسيطة او عايز ينزل الوزن بسيطة ولكن عيان عندي بقى الوضع اعلى من كده ابدأ اخش مثلا افكر في تدبيس او تكميل عيان اعلى من كده ابدأ افكر في تحويل مصار عيان اه اوفر وفي حاجة مثلا معينة بخش بقى في عملات تانية زي الصيبس وعملات اخرى يعني ما بنعملهاش بكسر يعني لكن هو الصورة العامة كتدبيس لا تدبيس الفرشة ممكن يتعمل في اي وزن نظريا ما فيوش قد المشكلة بس احنا بنقول ما نعملوش العيان مش محتاجه لكن العيان مثلا افترض ان العيان زي مثلا اربعين كيلو مثلا او مثلا عيان اه عمل بلون ومثلا اه مرتاحش في البلون حاس ان هو مش مش مبسوط في او مقدرش يعمل ضايت معا او جالو حساسية او جسم رفض البلون مثلا او البلون حاجات دي حاجات رير جدا يعني احتمالية حدوثها يعني بتاع واحد في الالف مثلا او عيان مثلا جاعت له مثلا واحد يزيميله عمل العملية دي وعاوز يعمل زيه فخلاص بنقول اوكي مفيش مشكلة لكن احنا بنبص الاحتماليات ايه ان انا هدخل عيان عملية ويبقى فيه تغديل ويبقى فيه جراحة وفيه دباسات بينما انا ممكن اعمله حاجة بمصطة جدا وتدي نفس النتيجة يعني العيان اللي هو عنده زيادة 20 كيلو ده هيخس كم يوم يوم يخس 20 كيلو ده يبقى خس 100% من يوم الزائق ومش هيخس 20 كيلو هو هيخس منه مثلا 14-15 كيلو طب انا اعمل له عملية كبرى عشان خطر انزلوا 15 كيلو ممكن ينزلهم بالضايق ده مش منطق ده مش منطق يعني وحتى لو عملنا كده هيبدأ يخس بعد كده ويوصل لمرحلة نحافة يعني هيخسهم مش هيخس بقى لـ 15 ده هيكمل بعد كده هيجي بعد كده اقولي انا عاوز لغي العملية خلي بقى هذيك احنا عندنا فيه عمليات ممكن تتلغي وعمليات متتلغيش يعني مثلا عمليات الفراشة دي ممكن تتلغي في عمليات تانية بتتلغي عمليز التكميم دي انا بقص او طبعا خلاص دي يرجع فيها ازاي بقى التكميم الوحيد اللي ممكن يتلغي اللي هو السليف بلايكيشن اللي هو التكميم بالخيط ان انا باجي اسلك المعدة من ناحية اللي هو المنحنة الاكبر وبدل ما قص بالدباسة لا باطوي المعدة على بعضها وعملها بالخيط في صفية ده اسمه سليف بلايكيشن وده برضو يعني موجود عاملين بيه حالات كتير اشتركوا في القناة